اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من شي جديد بدي رحب فيكم وبكل شخص نضم لإلنا بهيد الحلقة وبصرني وبشرفني يكون ضيفي الدكتورة رائد رطيل خصائي أنف أذن حنجرة وجراحة الوجه والعنق اهلا وسهلا فيك معنا اهلا وسهلا فيك تمام ماشي الحال كله تمام يعني اليوم هيك موضوعنا دسم جدا وموضوعنا أول شي طب بامتياز ثاني شي تجميلة بداية رح نكون عم نحكي عن الجيوب الأنفية خاصة أنه هلأ موسم وكتير من الأشخاص يمكن ببلش تحرك معهم الجيوب الأنفية به هالموسم الرشح أمور كتير رح نتطرق لإله والحلو أنه رح نكون عم نعطي نصايح للأهل إذا فيه طفل عم بعانه من الجيوب الأنفية شو عواردة ليتوجهوا لعند الطبيب المختص والشقة الثانية من حلقتنا اليوم رح يكوننا بالعنوان العريض وهيك ثلاثة أسطر تحت هالعنوان بين التشويه والتجميل 12 سنة طب يعني أدي هيدا بتقهر اليوم إذا نحنا كمستمعين اليوم حضرتك كطبيب 12 سنة من الدراسة تعب وصهر الليالي كنت عم تقلل الغربة مزفو وطعب الغربة وفي النهاية بنته بيومين بيحصلوا على شهادة ما بعرف بحطوها يعني على الحات بيومين بصير فيه مشاكل كتير رح نحكي فيها نحن وياك دكتور رائد ولكن خلينا نبدأ بالجيوب الأنفية نعرف الناس عننا أكتر هلأ أي الجيوب الأنفية مصطلح كبير هلأ بنقصموا لها أي جيوب كرونيك يعني مزمن وحاد إذا كان الحاد خلال 6 شهر علاجنا يعني بهالي المرحلة ما بيتحول لكرونيك إذا ضلوا ما يتعالج مزبوط يعني العلاج المزبوط بيتحول لكرونيك بعد 6 شهر تقريبا وهون بتتضخم الغشاء المخاططة عول الجيوب الأنفية بيختلف أسماء الجيوب الأنفية بين المكسلار يعني تعول الحنك السفنودال تحت الرأس في كذا نوع فكل مشكلة إلى عوارضة كمان عندك بالنسبة للحاد هي بتجي عبارة عن رشح بتتضخم الغشاء المخاططة بيسكر المنفذ الوحيد لهالقوضة يعني الجيوب الأنفية إنه تطلع فبحق نجوها منطرد نعطيه أنتبيوتيك في الأوقات حسب الصورة ما نبين إذا عمل أو شيء وتصاصات تصاصات أنا بدي شدة علي عشان كرميلة هي أهم شيء بعلاج الجيوب الأنفية حتى بدي أقول شغلي كمان كتير مهمة أنه أساس مشاكل الروية هو المخار ومشاكل الدينان والحنجرة هو المخار إذا بتشوفي بالكورونا قالوا أنه بيبلش بالأنف بفوت على الحنجرة وبيجع بنزل على الروية نفس الشيء كل المشاكل فإذا حافظنا على نظافة المخار هي بتمنع عنا كتير أمراض كيف أنا نحافظ هي عبارة عن سبري الماء والملح في مليان السوق أنواعي كتير كلها مهمة هي مجرد ما نخصل الغشاء المخاطئ يعني ليش ما ننخصلهم نحن بنتنفس هواء سمال نظيف يعني أنا بلبنان خاصة هلأ بكورونا يعني فالميكروب أو الأوساخ اللي بدا تفوت على الأنف بتبقى على غشاء المخاطئ فالصبح لما بدك تروح على الشغل مثلا بتنطفي بيجي على الظهر لما تيق وبعد الظهر بس ما تيجي من الشغل بيكوني كل الهواء اللي تنفستي أثناء النهار والعمل كمان بتغسلي بتنطفي وبالله قبل ما تنام بتنطفي هيدا عامل كتير مهم ما بيخلي الميكروبات أو الأوساخ اللي يعني احنا عم نتنفسها تبقى على الغشاء المخاطئ طبعا ومن نروح مننتقل لأوشي منظهرون كمان فيه تصاصات عبارة عن كذا تصاصة هي سعى انه فيها كورتيزون بس أكيد ما لح تنصح ما بتنصح هيدا السؤال اللي دايما بيسأله كيف موظبوط لو ما نستعملها ستة شهر ما بتنصح هيدا فيه حالات الطبيب هو بيوصفها أكيدة ومش انه المريض هو لح يوصفها لحاله وهون كمان بشدد عليها برجع بقول انه مجرد ما ننظف هيدا المنطقة لحالة بتخفف عنا عوارض الجيوب الأنفية وكمان عنا نوع من الحساسية للجيوب الأنفية هي بتيجي موسمية بالضبط قبل ما انتقل هيدا الموضوع اليوم عم تذكر موضوع المي والملح والكرميل الأنف خاصة ان احنا كورونا يعني عامل أزمة كتير كبيرة فعى صحة السلام اليوم فيه الواحد ياخدها يعني هيدا تماما أنا هي عم بحكيها يومية فيك تعملها يعني انه فيك حتى مريض مش مريض فيك تعملها ملح تضرك يعني مثل واحد عم بيغسل إيديه بالنهار فمنع ضرار بالعكس هيدا مفيدة وملح تأزي وخاصة انه سبريت تقول المي والملح مادي اسكر اسماء موجودة كتير موجودة كتير ومنع مضرع يعني نسبة المنوحات اللي فيها بتكون خفيفة وفي منهم بيكون فيها مواد إلكترولايتس أكتر ممكن تفيد أكتر فهيدا الطبيب هو البيوصوف هو البيعرف فيه هيدا لازم تستعمل دائما ليش من نستعملها مثل ما قالت انه منخفف عن العوارض اللي بيضي بيبو هلا مننتقل لشي اسمه كروني كرونيك هو مزمن لما تتأثر رشي المخاطي ممكن يصبح عندي انتفاخات فيه هالانتفاخات ممكن يعمل مثل كيس يعني سيست أو كيس ممكن الكيس يضلوا سنين ما يقزي وممكن يكون هذا يكبر ويقزي ممكن الجوب الأنفية تضخم فيها يبيعمل مثل مش لحميات يعني هي كيس صغيرة منضطر ساعة نعملهم عملية شو العوارض لحتى يقدر اليوم أي حد عم يتابعنا يعرف إذا بحالة طبيعية أو متضخمين أو كبرانين هلأ هني لأقولك إياه أول ما يعاني المريض من أنه تسكير الأنف يعني وبستروكسيو نازال هون بتبلش عندي المشكلة أنه في عندي تسكير أنف ليش؟ إنه كرمال شو صار معي هون هون الطبيب بيحدد إنه ممكن يكون في عنده مثلا التواء بالغضروف أو تضخم باللحميات الطبيعية هؤلاء لهم علاجات مثل عملية صغيرة للغضروف أو اللحميات ينكوه ويمشي حالة إذا كان في عندي المزمن يعني في عندي كياس كتير يعني نسميه بوليب نحن هؤلاء لأ بدهم عملية إذا ما بدهم يعمل عملية منطر نعطي كورتزون لنقدر نعمله بعدين العملية لنخفف من الاحتئان اللي صار هون كيف بيعرف ممكن يفقد الشم كمان يعني حس الشم ممكن يفقده حتى والذوق بهذا الوقت هؤلاء بيأسروا إنه في عندي مشكلة بقلب الجيوب الأنفية بتوجه المريض للطبيب هو بيقدر أنا بنصح دائما بالسكانر مش بالإكسراي السكانر بتعطيني التفصيل شو في عندي بالجيوب الأنفية هل يترى إنه أنا بدي أعملها للعملية لح يرتاح المريض أماما لح يرتاح شو المشاكل شو المضاعفات المريض مضطر مجبر عفوا إنه يعرف شو مضاعفات أي عملية جراحية وليش المضاعفات بتصير مش إنه المريض الحكيم ما بيقوله إنه في خطورة هون وهون يعني معاش بدي أعمالها لا ما أنت عاجلا أم أجل بدك تعمالها بس وين صحتك أهم بس أنا كطبيب وجباتي أنا والزمل الأطباء يعني وجباتنا نقلهم شوفوا مضاعفات حر يقبلها حر لا بس على قليلة أنا ضميري كان واضح إنه ممكن تصير هيك مضاعفات العلاج تقولي كرونيك هي بس عمليات بيقولولي يعني بيسمع كتير إنه بتروجع إذا عملت العمليات بالشكل المزبوط وبتطول لترجع مش إنه بعد سنة لتروجع يعني هون بيكون فيش غلط إذا تروجعت مش غلط يعني بيكون مش كامل العملية ما نعملت بطريقة كاملة ممكن أثناء هالي العملية الحكيم صار في عنده شي ما قدر يكفي للأخل سقف يعني نوصل بالعملية لتحت الدماغ الباس دكران يعني بيني وبين في منطقة بيني وبين الدماغ في مثل ورقة السيجارة ممكن بأي لحظة تنزل ميت الراس مع مخوف العالم بس هذي ممكن تصير هذي علاجها بدي يكون بيا بنفس الوقت إذا بيان بنعمل كول بيولوجي كنا نحط مثل غرة مثل مع قطعة صغيرة من الغشاء المخاطئة بتتسكر إذا بيانت بعدين ساعتا كمان بنعملها نفس الطريقة يعني بس نعمل دكتور رائد هيد العملية الحكيم صار عارف هو كملة للآخر ولا صار معه أي شيء المفروض يحط المريض بالصورة إنه اليوم أنت عملتها وعملناها وصلنا لهما قدرناه صار في عندي نزيف صار في عندي يعني ما فيك في هذه العملية إجباري بدك أنت وعمت عمليها يكون في عندي مضاعفات ممكن يطرق بنفس يعني العملية نزيف كتير ما يقدر يكفي ممكن تصير بس هي اللي بدا تروجع ممكن تروجع بعد سبع سنين عشر سنين ممكن تروجع في حال أمتى بتطول وهون اللي أنا بدي إليون هؤلاء التصاصات هن اللي بيخلوها إنه ما تروجع بسرعة بالصبع تاخد وقتها لبعدين فأفضل إنه يتبع الإرشدات ويتص يعني مظبوط مظبوط وما يخاف هذا بالنسبة للأطفال هي أكتر شي بيصير يعني هني بيكتملوا الجيوب الأنفية عمر معين بس اللحميات تعالي الأدينويت تعالي الأطفال هني ممكن يسكروا المجرى تعالي موخر شو بيصير عندي بسي في عندي احتئان فكمان الجيوب الأنفية اللي مكوني بعدها زي ممكن تحقن فكرمال هيكي كمان المي وملح عند الأطفال مهم التصاصات اللي فيها شوية كورتزون ما لنا مشكلة من عمر سنتين فينا نستعملها ما لنا مشكلة هي بقولوا خمس سنين بس عم يعني أنا كنت بفرنسيا كنا نضطر نستعملها على السنتين لنقدر نخفف حتى المنفوتها عملية بس ينشال يعني نعملها عملية للأحمية بدو يتحسن التنفس وإشباري بعدها يضلوا على التصاصات لا يقدر يعطي يعني ترجع لحالته الطبيعية للغشاء المخاطئ يرجع لحالته الطبيعية كمان يعني اليوم كمان هيك ذكرت نقطة عند الولاد أو عند الكبار اليوم أي حدا بيجرب بيحس بالعوارد لذكرتها يعني بتسكر المنخار بتحس بالتنفس إزعار وبيضغطوا الدينان وواجع بالراس كذا بالضبط يعني عوارد كتير مشابهة لأن يكون عندنا مشكلة بجيوب الأنفية كيف ننفرق بها المرحلة التشخيص ولا إلا هيك إشارات؟ لا هي التشخيص يعني مثلا بيقلك مثلا فيه جيوب الأنفية تقريبا إذا منوطي بيصور يجعني راس بحس بتقل هول الأشياء كرمال هيك أنا بلجأ للسكنر بتبين أكتر التفصيل ممكن يكون من سنان الواجع بحركز يعني فيه أشياء كتيرة صح فالأفضل أن يزوروا طبيب ما يحكموا حالهم طبيب يعرف مصلحة المريض وما في طبيب ما بدوا المريض أنه ما يصح للصراحة يعني بدوا يشتغل بكل طاقته ليعطي اللي يرتاح المريض كرمال سمعته كمان للحكيم فما في حكيم ممكن يأثر بشغل تشغل المريض ما حيعمل نص علاج رح يروح للآخر مية بالمية وقدي بتريح يعني اليوم فيه أشخاص عندهم مشكلة بالجيوب والأنفية ويمكن هاملينا وحضرتك لكارت بالبداية كل ما هملناها كل ما صعبنا أكثر وبس تعمل عملية أو تعمل علاج قدي بيرتاح إجباري بدو يرتاح النفس هو مهم ما يخاف ما يخاف من العمليات يعني كل عملية حتى يعني إذا الواحد قاعد بالبداية يمكن يقوم يوقع يعني هذه نسميها أنه فأي شي عمل طبي إلو نسبته ضئيلة بالمضاعفات بالمضاعفات وحضرتك ذكرت كل ما كان واضح الحكيم كل ما كان ريح المريض وأمرار ما في يعني متلا بقولوا لا حول ولا قوة في عملية يعني في عملية هلأ أولا بعد تخيني برد ما نعملها في شي بعد بتحب تزيدوا عن جميع هلأ أية بدي أقول بس بشأن كرمال الغدروف عندنا تقريباً 95% من العالم عندها التواء الغضروف فمش يعني انه عندي التواء يعني لازم اعمل عملية هذي بدو ينتبهولا في ناس يكون عندها الالتواء ورا ما بيأسر تحت ما بيأسر اذا كان فوق يعني من قدام هون اكيد بدو يأسر بدو عملية وهي بتحدد لانه امرار عفكرة ما بعرف هيدا قداش طبياً بس انه كنظر امرار في اشخاص بيبين بس تطلع فيهم بتحس بأنفهم يمكن ما تكون خاصة وفي ناس بالصورة لتبين مظبوط هلأ بس هني بيفكروا للغضروف بيبين من بره هو ما بيبينه هو من جوه ما بيبين كرميل هيك لما مننا نعمل عملية من عملها عادي ما بيبين الجروه الا اذا كنا من نفوت تجميلة ساعتها من بره اوكي هي لتجليس الهامب من شيلة فيه اشياء كتير تجميلية بتصير كرميل اي عوارد توجهه للتشخيص والفحص لتنعرف مظبوط هني اوات فينا مرات بيقول لك عندي التواء بالغضروف مبيني من بره لا حبيبتي هذي العظم الشيء والتواء الغضروف للتنفس الشيء تاني فكرميل هيك نحنا من نوع المريض اكتر وهذي مهمتنا كالطباء طبعا مية بالمية يعني جيوب الانفية بعتقد حكينا عنهم بطريقة كتير صحيحة انه العلاء اهم شيء هني الماء وملح تمام يعني هذي كمان هلأ نحنا يعني ما في موضوع عم نطرحه خاصة بهذه الايام الا ما عم نذكر موضوع كورونا لانه ما فينا نتخبه ورق اصبعنا بعتقد متل ما حضرتك ذكرت الكورونا بتحب الرواية يعني كل الدراسات اثبتت انه بتقعد بالروية هيدا الفيروس ولكن اول شيء بيبلش حتى الميكروبيات العادية يعني بتبلش بالانف حتى الاطفال يعني لما يسخنوا بتلاقيهم انه عم بيسعلوا وهي من اللحمية بتكون عم تنزل افرازات عم تنزلهم فما بيبقى شيء بالموخار الموخار موصول على الجهاز التنفس يعني فيه طريق بده ينبق فيه فبعتقد اذا عملنا ما يملح فهيدي بيضلها افضل ضلنا محافظين الماء الميكروبي ما بيقدر ينزل على الفرانكس ويرجع ينزل على ترشيه وعالبومو على يعني الروية فكل ما الهاكي نحنا كل ما نحافظ كل ما افضل تمام يعني ان شاء الله بيضل كل الناس بألف خير دكتور رائد وبيحموا حالهم يمكن هيدا انضمام للارشدات غسيل يدان نلبس الكمامة ونقدر نحنا ننظف يعني اكيد يعني كان في كورونا ولا ما في كورونا هيدا الشيء انه لازم نستعمله دائما بالمية يعني اكبر دليل هلا يعني مؤخرا كمان نحكى بموضوع التمخمط خلينا ساميه او بتنظيف الفم بالنفس الشيء يعني بتقيد الانف والفم هون عم نشوي عم نكون على صحة السلامة اذا ما فادت ما بتضر يعني عفوا بالكلمة دائما عم نعملون يعني الصبح لما عم نفرشي سناننا وعم نتمخمط بالاديوية كمان احنا عم نمنع بالضبط اي فيروس يكون ميكروب او فيروس او اي شيء مية بالمية لكن لنكون هيك بالقسم الثاني يعني تقريبا هيك معناش عشر دقايق نحكي فيه بين التشويه والتجميل 12 سنة طب اليوم هيدا الموضوع نحكى فيه اخد ضجة كتير كبيرة وفي دعوة يعني كمان لكل شخص بيخالف كل شخص بيفتح عحساب وخلينا نقول وبيأذى حياة الناس يعني والتشويه عم بيسير في كتير قبل نحكي عن الدعوة بس نقلنا شويلة الاجواء شو عم بيسير اللي عم بيسير انه عدم خوف العالم من من الانون والعقاب يعني معتبرين انه ما في دولة وقفت علينا فمشين هاي شو عم بيسير عم بيسير انه في تزوير عم بيجيبوا مواد مزورة ومهربة عبر المطارات عبر الحدود عبر البحر فهو المواد بيبيعوها على اساس انه هي مواد باب اول اصلية بتغير الامبلاج وبتكون خاصة مدة اوات وبيحقنوا هلا اكدر شي عم تصير هاو الشغلات عند المتعديين المنتحلين صفة طبيب او او متعديين على مهنة الطبيب يعني هني اللي عم شطوله شغل الطبيب فعمين ازا كتير عالم اعتبرين انه هي شغلة هينة وبتطلع مصاري فما فرقاني معهم عم بيجيبوا مثلا ابر اللي منفغ فيها الدريار اه هي بتيجي كبيرة بصوروا يفضوها بقبر عادة ويحقنوها بالوجه بشفاف بالكذا هادي المشكلة الاساسية اللي نحنا عم نواجهها وكل يوم نحنا والزملاء الاطباء عم بيواجهوا هيك مشاكل عم يتوجهوا لعندكن يعني اليوم صبايا شوهين اي اي بس ولأسف معمي اقتنو يعني لما عرضنا من فترة هادي المشكلة في ناس مبارح يعني بالظبط ايجوا مبارح لعندي قال اي ما هي الشاطرة بنشتغل عندها طب انه شو بديك تحكي مع هيك عالم ما فيني يعني يعني فضل اسكوت انه شرحت انه منا طبيبة وهو المواد منا نمناح يعني ومعم ينحطوا بالوجه يعني اليوم مش بمحل بيتخبى اليوم عم نشوف تشويه عم نشوف اشخاص ما بتعرفها ما بتعرف مين وغير مشاكل صحية يعني اليوم عم نفوت مواد مضرة بس مشان انه هني رخاص وكذا ورفيقتي عملت له وزبطت هيك بس انا ما زبطت عندي يمكن عشان اول مرة يعني بلاقوا عذر لقلهم تبرير دايما وهيدي مشكلتنا نحنا انه المخالفين يعني منقول عنهم انه منبرر لهم ليش خالفه مش انه منفوت فيها منحاسب هيدا يعني تيجي واحدة بتقلي انه ما بدي اقول اسمها طب ما انتي تشوهت انه كيف انه وان المشكلة يعني انه خلاص فالتوعية والجهل موجود عنه وهيدا تقصير نحنا منا يعني بالدولة وزارة الصحة لازم تعمل توعية مثل ما زكرتي من شوي امت قصة اللوغو تعقول بين التشويه وتجميل 12 سنة هيدا عملوها قبل بس ما كانوا كيفي للعالم تستوعب انه شو يعني هيدا الشيء يعني ان شاء الله لازم يكون في حملة قريب كرميل دوعية الناس ان شاء الله هيدا بتمنى اكيد بتعاون بين النقابة وزارة الصحة نحن عملنا جروب اسمه دكتورز ان فروند في تقريبا 30 طبيب من خيط الاطباء ومن كل الاختصاصات ورفعنا دعوة ضد كل منتح لصفة الطبيب منتح لصفة الطبيب او متعدي على مهنة الطبيب هون دعوة سلمناها نحن المدعي العام اللي حولها على وزارة الصحة وعد وزارة الصحة انه يشتغل فيها مع انه الوضع الكورونا هاي بس مضطرين لازم ما فينا نترك انه عنا هايدي لنتركه ننسى اشياتين لانه خطر فيه خطر عم تسيه تير بيه فيه خطر كتير وعم نمشي فيها للحملة وما لح نوقف فيها هلا نحنا شو منطلب اكتر شي انه تتوقف هايدي الشغلة وعقوبات اذا ما عقابت الحرامي بده يرجع يصرق مرة تاني نفس الشي عندك عقوبات مذكورة يعني بالانون انه من حبس سنة حبس سنة لثلاث سنين ودفع غرامي من عشرة مليون لخمسين مليون هاي ايام الالف وخمسة كانت فما بعرف اذا بتضله هي عادة حسب السعر 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 في الدولار هلا ففيه عقوبة وهيدي لازم تتخذ يعني لازم المنتح الصفة لازم يحاسب وهيدي ان احنا منعول عليه لوزير الصحة الحالي والمستقبلي كرمال هاكي بشدد على المستقبلة ما بدي يحط اوليويات شي تاني نحنا اطباونا عم نتعرض للأذى بنفس الوقت ونحنا بهالدعوة متحملين كل شي ممكن يصير علينا يعني ممكن يشوهونا سماتنا عم نحارب الفساد ممكن يقزونا نتعرض للضرب لأي شي تاني لانه ملف خطر بس ملف ضروري انه ينطرح يوم وانا بالعكس بدي اشكرك يعني اليوم لانه دكول رائد فيك ما تضوع هيدا الموضوع كل حدا بيدفع تمن غلطه لانه اليوم كمان الناس عندها اللوم الكتير كبير اليوم ايه ست عم بتتبعنا اليوم لازم تكون هالقدة من تبها اذا بدي ابرت تنحط بوجه ايه شي يجب ان تسأل هي مثل الاكل شو بتعرفي شو بدي يتاكل لنفس الشي وتروح عند الشخص المختص يعني مثل بقوله عاتي خبزك للخبز لو اكل نصه وعلما انه يمكن بده ساعات معنا دقيقة علما عم يدفعوا ناس تكلف كتير كبيرة اكتر من الحكم اكتر من الحكم فعن جاد يكونوا هالقدة من تبهين واي عملية بده تنعمل تروحي عن طبيب مختص وكمان بدي انا طلبنا من السياسيين اللي بيتغطوا تحت اسماء المتعديين والمنتحلين صفة طبيب اه يشيلوا ما ما يدعموا اي حدا وما يردوا على اي حدا فساد فساد لازم ينحاربوا ان شاء الله بيوقفوا معنا بهذا الشي وانا بتشكرك انه انا بدي اشكرك يعني هيدا الموضوع اصلا يمكن انطرح هلأ بس اذا حدا بيروح للحلقات السابقة ما بعرف من كم سنة من 2013 انه وياكل بحلقة بالضبط حكيت عن هيدا الموضوع انا بتذكر كتير مني وحكينا ايه بالتفصيل وحتى فرجينا صور مضبوط لحياته لمن تنادي يعني كان هلأ خلينا نشوف بركي هالدعوة بتلعب تور كتير كبير وبتعاقب كل شخص عم يأذي الناس مع لمصلحته بس للمادة اللي يربح هو يأذي الاخرين هيدا عن جدة زمين حبس للأسف بدنا نكون عم نحكي بهالطريقة بس عم تنزع حياة اشخاص كتير يعني 12 سنة عم تتحول ليوم ويومين دورة عند عند اي حدا وشهيد عم تيجي اونلاين مزورة مئة بالمئة نحنا نحط الانستغرام خاص فيك على اسفل الشاشة بقدر الناس يفوتوا ويشوفوا امور كتير وحضرتك من الاشخاص كتير صريح اي مواد بك تحطها يمكن بتفرجيها للعلبة وبتفرجيها شو مكتوب وكما هيدو وكريخ الانتهاء وكريخ الانتهاء وكريخ الموزات الصحة مش بس انا كل الاطباء هني هيك عم يعملوا وليزم يعملوا هيدا طبعا انا بدأ اشكرك عنجاد اهرسها لفيك معنا ويعطيك الف عافية لك ولكل طبيب هالقد عنده ضمير وانسانية درسته وتعبته يمكن حقكن اليوم تناضلوا وحقكن اليوم تدافع عن مهنتكن وإلا ما يتعب يشأ الواحد للأسف فبدأ اشكرك اهلا وسهلا فيك معنا دكتور رائد رطيل اخصاي انف اذن حنجرة وجراحة الوجه والعنق شرفتنا مشاهدين لهم نكون وصلنا لختم هيدا الحلقة منش جديد موعدنا بتجدد معكم بكرة بنفس الموعد فكونوا اكتر الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة